هذا وأقامت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة أكد اللواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن رجال القوات المسلحة يضربون المثل في الصدق والإخلاص والتفاني مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة فيما يحملونه من مهام ومسؤوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وقدسية وسلامة أراضيه